بيلاروسيا إلى معادلة الصراع في أوكرانيا من بوابات المناورات المشتركة مع روسيا فعلى الرغم من إصرار مينسك على الهدف الدفاعي لتدريباتها مع موسكو فإن الخطوة تزيد الشكوك الغربية بشأن دورها في الحرب بيلاروسيا أعلنت عن بدء تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية مع روسيا تستمر حتى مطلع فبراير المقبل باستخدام جميع المطارات العسكرية في بيلاروسيا وبمشاركة لواء فرعي مميكا مينسك شددت على أنها لن تدخل الحرب وستركز على مهام الاستطلاع وطرق إحباط هجوم محتمل بالمقابل كررت بيلاروسيا استعدادها للرد على أي أعمال استفزازية من قبل الجانب الأوكراني في السياق وصف مسؤول في مجلس الأمن في بيلاروسيا الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد مع أوكرانيا بغير الهادئ مشددا على أن كييف تستفز بلاده يأتي هذا وسط اتهامات أوكرانية وغربية بمحاولة استخدام موسكو أراضي بيلاروسيا كمنصة انطلاق لشن هجوم جديد على أوكرانيا من جهة الشمال فيما تنفي موسكو أنها تضغط على مينسك للقيام بدور أكثر فاعلية في الصراع في أوكرانيا وكانت بيلاروسيا أعلنت الأسبوع الماضي عن تدريبات مشتركة مع روسيا مكثفة ودون توقف بهدف الوصول للجاهزية القتالية من خلال نقل الخبرات المكتسبة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتحديدا حرب المدن وسمحت مينسك لحليفتها موسكو باستخدام أراضي بيلاروسيا لإرسال قوات إلى داخل أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير العام الماضي إيذانا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا موسيقى